أهلا بحضراتكم جديد ما تخافش على الأهلي لو وصلنا مع بعض لنقاش موضوع أمين حريص على أول كلمة المهندس عدلي بدأ بها الحلقة وهي كيف نعزز شعار الأهلي فوق الجميع عشان كده كانت ضربة البداية عندما يغيب المنطق وتجلد الزات الحياة المنطق الرياضي وحتى المنطق الأهلاوي بالمناسبة غايب عن كتير من تفاصيل المشهد الحالي لأنه فيه أمور مسلم بيها وفيه أمور مدفوعة وفي كل الأحالات ما بين هذا وذاك النتيجة المباشرة القائمة جلد الزات الأهلوية والإعاز الدائم بأنه الدنيا بايزة والدنيا منهارة والفريق ما ينفعش وما يصحش وما يكنش وهكذا دون النظر أو حتى المقارنة بالنتائج مع آخرين لكن هو الصورة الضبوبية قوي كده باش منص ده اللي احنا بلقى أصدر رحيم ايه الفارق بين أنك تزعل على نتيجة سلبية تزعل على مجسب أنت جدير به ضاعف اللحظات الأخيرة بس عملت خدت بالأسباب وجاءت لحظة قدامك فرقة يعني حاولت توصل وأصابها التوفيق وليعبة كرة صعبة جات جون ما هو الفرقة اللي قدامنا دي احنا مش ما احناش باللعب نفسنا يعني يعني احنا لا نتحكم في طموحات ومستويات الفرق الا بأداءنا وصلنا كتير أكتر منهم وضيعنا فرص آه ضيعنا فرص هذا جزء من التوتر لو الفرقة دي بتلعب بالثقة الوجبة ومتدفية بمشاندة حقيقية ممكن جداً ايه واحد لعيب اتصرع فكورة كان يقدر يفكر يبصيها أو يهدى عليها ويلعبها وهو أكثر هدوءا كنا حققنا أكتر من جهود فانت كان فيه تخصير لا كان فيه جهود مضاعفة في الملعب احنا بنزعل لما الفرقة تبقى عاجزة لكن أداء النادي اللي قالي فازي المبرأة لا يمكن تقول انه أداء يوصف بالعجز ولا تقدر تتاهم مدربه انه كان نايم ولا ما كانش مصح صح وما عملش اللازم دور المدرب انه يقود في التك تيك اللي وصلك للمرمى ويدعم يعني ان مرمىك يبقى محصن مرمىك كان محصن معذ الوقت لكن انت برضو بتلعب فريق ما هواش سهل وقلنا ينجي أفريكانز ما هواش سهل حتى النتيجة المضللة اللي خسر فيها اول مباراة هو كان فيه استحواز وهجمات مرتدة خلصت عليه هو وصيف الكمفدرالية اللي فاتت مع الحضر عاصف طبعا فاحنا باللعب فرق من حقها ناتو قد وحنا من واجبنا ان احنا نواجه هذا الاداء باداء اقوى وكنا متفوقين كنا متفوقين طيب نتمنى ان احنا نجيب جوان اكتر مؤكد عشان نرتاح نرتاح بقى من حاجات كتير يعني طيب التفاصيل الفني دي هنجيلها في وقتها لكنه يا جماعة مبدئيا انك تحاسب المدرب على الفقد مش على ما يكسب ده برضو منطق محتاج مراجعة شوية بمعنى انه اي مدرب لما تيجي تحاسبه على ما يفقد من مباريات وما يفقد من بطولات وما تقفش عند ما يحققه من بطولة وكأنه تحقيق البطولة امر مسلم به مارسل كولر صاحب تجربة بداية هيلة جدا مع النادي الليل الموسم الماضي وعمل محدش يقدر ينكر قيمة الخمس بطولات اللي خادهم لانه عندك بطولتين بنفس طويل زي الدوري وعمل فيه ارقام كبيرة جدا وبطولة الكاس وكمان الدوري ابطال افريقي والاثنين السوبر وبطولة العالم وشوفنا اداء الفريح حتى قدام ريال مدريد وفلامينجو برغم الهزيمة مستوى الاداء كان عامل ازاي فمحدش يقدر ينكر دور هذا الرجل في البصمة اللي عملها كمان على اداء وتطوير عدد من اللاعبين تقدر تعد كام لاعب ما كانوش هما دول قبل مارسل كولر عشان بس ما نبخذش الراجل حقه لانه فجأة طلعت بعض الاصوات للأسف المفروض انه هم محللين يقول لك خلاص كولر العلاقة بينه وبين الاهلي في طري مسجود وجمهور الاهلي رفضه وخلاص هو فقد الثقة في نفسه هي دي النتيجة اللي عادينا يصلولها مش قلتلك الفارق بين الحقيقة والامنية بالضبط دي امنيتهم دي امنيت فانت لما تلاقي هذا الرجل مستهدف لهذا الحد عشان تطفشه من النادي الاهلي نفس السيناريو اللي حصل مع تجارب سابق فكان السؤال عشان بس نفكر بعض هو مدرب الاهلي في حد جه خد كل البطولات او في حد هيجي هياخد كل البطولات اعتقد ابرز تجربة في تاريخ كرة القدم الاهلوية البرتغالي مانويل جوزيه اضف كتير لشخصية لعب النادي الاهلي غير كتير من عدد من اللعيبة واثر فيهم بجده وصنع جيل زهب جدا خاصة في الولاية التانية له وحقق رقم هايل من البطولات والارقام القياسية مانويل جوزيه مع الاهلي يا جماعة في الولايات التلاتة اللي مسك فيهم ابتداء من 2001 وراح ورجع بعد كده ورجع تاني التلات ولايات جاب للنادي فيهم اتنين وعشرين بطولة او واحد وعشرين بطولة واحد وعشرين بطولة على فكرة ده الرقم القياسي لاي مدرب درب النادي له يعني هيدوكوتي صنع جيل التلامزة جيل الزهب الرائع اللي عمل نقطة التحول في الكرة الاهلوية في السبعينات لكن محدش عمل هذا الرقم من البطولات ربما لانه كمان البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها دلوقتي اكتر بكتير من اللي كان بيشارك فيها قبل كده في حاجات كتيرة اضيفت لاجندة البطولات بس انما يكون الرجل ده عمل واحد وعشرين بطولة للنادي الاهلي في كم سنة على ايه خسر عشر بطولات خسر الاهلي معاه عشر بطولات الجيل الجديد ربما بالزهوة والفرحة بمان والجزيه لانه فعلا حد كارزما وحد له بصمة كبيرة اوي عند النادي الاهلي وصانع امجاد للنادي الاهلي بس ما انا بقول لكم الرجل حقق واحد وعشر بطولة ضعت عشر بطولات لانه ما فيش منطق رياضي بيقول ان كل بطولة تدخلها في ضمانة اكيد ان انت هتكسبها في حقيقة واحدة عشان البعض هياخد كلامنا ده ويلوي الحقيقة اللي فيه الاساس في الموضوع ان انت ما تقصرش شخصية الاهلي وروح الاهلي والرغبة دائمة في تحقيق البطولة ده اللي لازم ان يكون موجود اذا ده تصادف معاها توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحققت بطولة يبقى انت قدت اللي عليك وحققت الهدف لكن اذا عملت كل اللي عليك ومحققتش الهدف لا اسباب كتيرة بقى ده مش معناها ان انت قصرت او معناها ان انت تهد المعبد او معناها ان المدرب فاشل او معناها ان الراجل لازم ان يمشي ولازم ان تغيره علشان خسرت بطولة فالتقييم الموضوع يقول انك انت عليك ان تسعى وبقوة عليك ان انت تتحلى بشخصية النادي الاهلي وبطبيعة الروح العالية اللي لعبت النادي الاهلي وعلى فكرة الروح دي هي المفتقدة في الاداء في المباريات الاخيرة بترجع شوية في مباراة يانج افريكان لكن على اللعبة انها تستعيدها بجد لانه دي اللي كانت دايما بتختازل وبتختصر كتير من المسافات والفوارق لكن فكرة ان انا اقص على مرس الكولر عشان بعد بطولة اعتقد وفقا لي مسار من والجزيه المسألة محتاجة مراجعة سيد فرايم انا عايز ادي مسألة بسيط نبسط الامور مفيش حد زي ما انت قلت يعني حتى الجيل الزعب ده احنا لعبنا حرص الحدود خسرنا بتلطين الكاس والسوبر بالجيل الزعب كاملا اي وفي وجود مصر مانو جيسي والجيل الكبير من اللعيبة كمان انا بقولك الجيل الزعب ولكنها تبقى فيه سياق كرة القدم واحتمالاتها المؤلمة احيانا فانا عايز اقول لك حاجة تعالى في بيوتنا تعارف تأكيدا لكلامك بيب جورديولم برح وبيكلم اه ليه الكرة القدم تبدو دائما كما لو كانت جزء من الحياة هي كلا لتعطي دائما السعادة الكبير طب انا لسه عديلك المثل من الحياة انت سبقتني اه